السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية اخباركم ايه دوفاية 22-23 ربنا وفقكم يا رب وكل واحد ينول اللي يتمناه ناس كتيرة عايزة تعرف المجموع بتاعها ممكن يدخلها انهي مدارس بالزبط ان شاء الله في الفيديو ده هقولك لو مجموعك بقى على الاقل 95 ممكن تخش ايه 90% اقل من 90% اقل من 75% حاجات كتير ان شاء الله هقولك على افكار كويسة واقولك على مدارس ان شاء الله تستفيدوا منها وطبعا حضرتك عارف ان على القناة هبنتكلم على المدارس بتاعة قولة سانوي الناس اللي دخلها قولة سانوي انواع المدارس اللي ممكن سيادتك تخشها بكلمك عنها بشيء من التفاصيل وبنتكلم عن معلومات كتيرة تهمك ان شاء الله تستفيدوا منها بس ازان حضرتك بقى لو اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ومن انستاشا فعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد وبفكر حضرتكم ان اسفل الفيديو هتلاقي جروب تليجرام هتلاقي في ان شاء الله حاجات كتير تخص تلت عدادي ناس اللي طلع ان شاء الله هو لسانوي طيب ركز معايا بقى لو مجموعك حلو مجموعك للأسف مش كويس ركز معايا برضو عشان اقول لك ايه الحاجات اللي ممكن ان شاء الله تختار منها ومجموعة من المدارس فوق الممتازة تعالى كده مع بعض اول حاجة لو مجموعة حضرتك يعني 95% بقى فيما فوق يعني من 95% لحد 100% يا ترى ايه المدارس اللي تقدر تقدم فيها الحقيقة يا شباب انك تقدر تقدم في اي مدارس ليه؟ لاني ما شاء الله طبعا مجموعة كبير الحقيقة بقى لازم تختار بعناية وتفكر قبل ما تخطو الخطوة القادمة يبقى مجموع حضرتك على الاقل 95% فيما فوق يبقى بقى تركز معايا وشوف كل المدارس قبل ما تختار وتكتب الرغبات بتاعت حضرتك طبعا سيادتك مبدئيا لو انت ناوي تخش ثانوي عام تقدر تقدم في اي مدرسة ثانوي في اي محافظة يعني لو انت عايز تخش ثانوي عام في مدرسة خارج المحافظة بتاعتك تقدر تقدم فيها طالما مجموعة حضرتك على الاقل 95% عندك بعد كده مجموعة كبيرة جدا من مدارس استيم وان المدارس ديت مهمة جدا بعد ثالثة عدادي هي قريبة شوية من الثانوي العام ولكن طبعا طريقة التدريس فيها مختلفة تمام كده يا شباب؟ هي مدارس داخلية طبعا المدارس دي لها تفاصيلة وتلاقي ان شاء الله على القناة في فيديو يخص مدارس استيم اكيد انت تقدر ان شاء الله تقدم فيها عندك بعد كده مدارس التمريد لو انت بقى حابب انك انت تشتغل على طول فرصتك في التمريد انك تشتغل على طول بتبقى فرصة كويسة والحقيقة التمريد بياخد من مجموع كبير تمام كده يا شباب؟ فعندك برضو مدارس التمريد عندك مدرسة المتفوقين بعين شمس بالقاهرة المدرسة دي طبعا للاولاد فقط والمدرسة دي بتبقى علمي وفي نفس الوقت طبعا بتاخد من مجموع كبير تمام كده يا شباب؟ عندك كمان مدارس تطبيقية تكنولوجية انت حضرتك عارف ان في مدارس كبيرة تكنولوجية مدارس جديدة تعتبر هذه المدارس مميزة جدا بعد تلت عدادي طبعا في منها مدارس دولية مدارس تكنولوجية دولية تمام كده يا شباب؟ ومدارس دي على فكرة الدولية مصاريفها زي مصاريف المدارس الحكومية بالزبط تمام كده يا شباب؟ الحاجة التانية المدارس دي يا شباب تخصصاتها مختلفة وموجودة تقريبا في كل المحافظات عندك مدرسة الإمام محمد متول الشعراوي عندك مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة اي تيك مدرسة اتش اي س تي مدرسة الفنون مدرسة غبور اتنين مدرسة فتحالة الدولية مدارس وي ودي لها فروع كتيرة مدارس السويدي عندك مجموعة كبيرة من المدارس والسانية دي طبعا في مدارس جديدة تابعوا على القناة عشان ان شاء الله نقول لكم الشروط بتاعة هذه المدارس تمام كده؟ عندك بعد كده مدارس فنية متخصصة زي مثلا مدرسة مياه الشرب المدرسة دي على فكرة بتاخد برضو من مجموع كبير موجودة في عدد من المحافظات من الحاجات برضو تعتبر المتميزة بعد تلتعدادي وطبعا زي ما بيقولوا كده الناس اللي هي بتتفوق في هذه المدارس بيبقى ليها وظيفة او بيبقى ليها يعني فرصة انها تتوظف بتبقى فرصة كويسة تمام كده يا شباب؟ يبقى دي المجموعة اللي سيادتك ممكن تختار منها تشوف بقى الحاجة القريبة من حضرتك الحاجة الجميلة اللي انت ترغب فيها يعني تبع ميولك تبع رغباتك تبع اهدافك وتبتري ان شاء الله تقدم فيها تمام يا شباب؟ طيب دي حاجة جميلة لو انا مجموعي على الاقل 95 طيب مستل لو انا مجموعي اقل من كده مجموعك حلو برضو بس على الاقل 90% تقدر يا تارا تقدم فيه 90% يعني 252 درجة برضو سيادتك لازم تفكر كويس ما تكتبش رغباتك وخلاص اعرف المدارس اللي بعد تلتاعدادي ومميزات كل مدرسة عشان لما تبتري تكتب الرغبات تعرف تختار صح يعني مجموعك زي ما قلنا كده 90% فيما اعلى يبقى سيادتك بقى عندك مميزات برضو كتير عندك اي مدرسة ثانوي بس في المحافظة بتاعت حضرتك ما تقدرش بقى تطلع برة المحافظة تمام كده طيب الحاجة يا شباب عندك مدارس تطبيقية تكنولوجية زي ما قلنا كده مجموعة كبيرة وعندك مدارس جديدة ان شاء الله استنادي عندك مدارس التمريد عندك مدارس المتفوقين بعين شمس انه بتاخد على الاقل 90% فيما فوق تمام كده طبعا اختباراتها تمام كده يا شباب عندك بعد كده مدارس فنية متخصصة اللي هي طبعا زي مدرسة مية الشرب زي ما قلنا قبل كده طيب انت كده عندك برضو مجموعة كويسة جدا طيب لو انت مجموعة اقل شوية يعني ايه مجموعة اقل شوية يعني سيادتك تكون جايب على الاقل 75% يعني يكون جايب 210 من 280 طبعا برضو هيكون قدام حضرتك عدة اختيارات يعني اتفقنا كده مجموعة 75 بقى فيما فوق تمام كده يبقى تركز برضو معي عندك طبعا مدارس الثانوي العام ولو سيادتك في بعض المحافظات الثانوي العام خد مجموعة اعلى من 210 في حاجة اسمها الثانوي خدمات واحنا قلنا على القناة برضو الفرق ما بين الثانوي العام والثانوي العام الخدمات هي هي يا شباب ولكن الخدمات بتبقى بمصروفات اعلى بتبقى طبعا فترة مسائية ولكن برضو زي الثانوي العام بالزبط بتقدر تخش جميع الجامعات او جميع الكليات والمعاهد تمام كده يبقى هي هي بس مصروفاتها بتبقى اعلى يبقى سيادتك ممكن تلحق ثانوي عام طبعا على حسب بقى كل محافظة الحاجة التانية لو مرحقتش عام ممكن تلحق خدمات الحاجة اللي بعد كده يا شباب عندك مجموعة كبيرة من المدارس الفنية المتخصصة اللي هي بقى الصنايع التجاري الزراعي اللي برضو من خلالها ممكن تخش كليات مهمة جدا يعني الصناعي ممكن معلم تخلص الصنايع تقدر بعد كده ان شاء الله تعمل معادلة بالشروب بتاعتها وتنجح في المعادلة تخش كلية الهندسة وكذلك في التجاري برضو تقدر تعمل معادلة وتخش كلية التجارة اهم حاجة سيادتك تكون مجتهد عندك برضو مجموعة من المدارس التطبيقية التكنولوجية ازاي يا مستر مش المدارس دي بتاخد من مجموعة كبير طبعا زي ما قلنا بتاخد من مجموعة كبير ولكن بعضها بيوصل كمان لمتين درجة على حسب بقى نوع المدرسة يعني ممكن قدام حضرتك تلاقي مجموعة من المدارس التكنولوجية التطبيقية بتاخد من هذا المجموعة متين وعشرة ممكن كمان اقل من كده تمام يبقى ممكن تقدر تخش احد هذه المدارس التكنولوجية التطبيقية وعندك برضو مدارس التعليم المزدوج مدارس على فكرة مهمة جدا بتاخد خبرة بتتعلم نظري وعملي والعملي طبعا ده مهم جدا انك انت لما بتتخرج بتبقى متدرب كويس برضو دي مدارس مهمة تمام يا شباب عندك بعد كده بقى لو مجموعة حضرتك يعني نقدر نقول انه هو مش حلو يعني اقل من ايه 75% عندك بقى ايه يعني 50% يعني ساتة جايب على الاقل بقى 140 درجة مبدئيا كده يا شباب حاول تحدد هدفك تمام كده انت جايب مجموعة للأسف مجموعة مش كويس وفي نفس الوقت ممكن المجموعة دوت يكون لأسباب كتيرة ممكن انت تكون مقضيها لعب في تلتة عدادي وما ذاكرتش بس انت دماغك كويسة وممكن تكتهد فساعتها لو تيجي تقول لي يا مستر لو ينفع في المحافظة بتاعتي اخش مثلا ثانوي عام بس مدرسة خاصة اقولك مفيش مشكلة خش بس اما حاجة طبعا لازم تكتهد ولازم تذاكر لان الثانوي العام مفيش لعب ولا تهريج تمام كده يبقى سيادتك اللازم تحدد الهدف بتاع حضرتك عشان تعرف تختار المدرسة طبعا من مجموعة المدارس بقى المتبقية تختارها كويس طيب مبدئيا كده ممكن بعض المحافظات القليلة تلحق فيها ثانوي عام او خدمات ولو ما لحيتش ممكن تخش زي ما قلنا ثانوي عام بس مدرسة خاصة وطبعا دي بتبقى برضو بمبلغ كبير بس الفكرة كلها لو انت ناوي بالمجموعة ده تخش ناحية الثانوي العام يبقى سيادتك لازم تجتهد لنفعلا للموضوع مفهوش هزار عام دك برضو مجموعة من المدارس الفنية سواء صناعي او تجاري او زراعي تمام ممكن تلاقي بعض المدارس الحكومية موجود فيها من 140 درجة لو ما لقيتش هتلاقي الخدمات من 140 لو ما لقيتش هتلاقي مدارس خاصة صناعية او مدارس خاصة تجارية من 140 درجة تمام كده اهم حاجة بقى طبعا الموضوع بيختلف من محافظة لمحافظة تانية عندك بعد كده برضو مدارس التعليم المزدوج يبقى احنا كده يا شباب اتكلمنا عن الخطوط الرئيسية اللي سيادتك لو انت جاي برنج المجموع مثلا من 50 ل75 او من 75 لتسعين او من 90 لحد 95 في المية او اعلى من 95 في المية ايه يا ترى اللي ممكن تخشه تعايز بقى سيادتك تفاصيل عن هذه المدارس تابعنا ان شاء الله هتلاقي على طول بفضل اللي بنتكلم عن هذه المدارس وانت لازم تعرف معلومات عن هذه المدارس عشان لما تقدم تبقى برضو عارف راسك من رجليك عارف الدنيا ماشي ازاي عارف المدرسة دي مميزاتها ايه عيوبها ايه يعني هتقدر ان شاء الله انك انت تذاكر فيها ولا ايه النظام اهم حاجة سيادتك استفيد من الماضي وشد حيلك في اللي جاي ربنا وفقك يا شباب من ننساش بقى اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك ومن ننساش افايل الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشار الفيديو عشان غيرك استفيد كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته